موسيقى نظم الدائرة الموارد البشرية بالشارقة ممثلة في برنامج وفر للخصومات فعالية ترويجية بمدينة خرفكان في مجلس ضاحية حياوة وذلك للتعريف بخصومات بطاقة وفر ومزاياها المقدمة لحامليها والمستفيدين منها اليوم نحن استمرارا لتنظيم الفعاليات اللي نحن نظمها ضمن الخطة الاستراتيجية لدائرات الموارد البشرية لبرنامج وفر نظم الفعاليات في مدينة إمارة الشارقة فليوم نحن نظمنا من هذه الفعاليات في مدينة خرفكان تقريبا أكثر عن 20 شركة انظمت لهذا المعرض قامت الشركات هذه كلها بعرض الخدمات والخصومات التي تقدمها مميزات لحاملي بطاقة وفر نحن نشكر جميع الشركات التي قامت بتقديم هذه العروض التي تسعى دائما إلى سعاد موظفي سواء كانوا من إمارة الشارقة أو في المنطقة الشرقية والوسطى طبعا نحن نشكر جميع أهالي مدينة خرفكان للحضور واللي موجودين في دوائر حكومة الشارقة ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يستفيدون لأننا نسعى دائما إلى سعادهم وأنهم يستفيدون من كل الخدمات التي تقدم هذه الشركات من استراتيجية دائرة الموارد البشرية في خلق شركات استراتيجية مع القطاع الخاص يأتي هذا المعرض ليؤكد أن ما تسعى عليه الدائرة لتحقيقه من خلال برنامج وفر يفتح هذا المعرض لبواب أمام الشركات المشاركة لتقديم عروضها والعروض المميزة لمستفيدين أو لحاملي بطاقات برنامج وفر وكذلك يفتح الباب أمام الجمهور أو حاملي بطاقة برنامج وفر لمعرفة المزيد عن هذه العروض والمميزات تضمنت الفعالية معرضا ترويجيا للشركات والجهات المدرجة في البرنامج استعرضت فيه خدماتها المتنوعة للمستفيدين من بطاقة وفر حضرها عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية والجهات المستفيدة من بطاقة وفر والمتقاعدين من مدينة خورفكان حقيقة نحن اليوم سعيدين باستضابة هذا المعرض لمعرض وفر واللي حقيقة هو عبارة عن مبادرة من أخواننا في دارة الموارد البشرية بدأوا يعرضون الشركات والمؤسسات المسهبة وياهم في هذا البرنامج وحقيقة نحن نشوف أنه فيه قبال كبير على هذا المعرض اللي ما له من أهمية واستفادة للناس حقيقة ونحن بدورنا كمجلس راحة الحياوة نشكر الأخوان القائمين على برنامج وفر ونقولهم شكرا على اختياركم مجلس راحة الحياوة لإستضافة هذا المعرض الجميل ونحن دائما متواجدين ونحن في خدمة جميع المؤسسات وإنما نحن نستطيع أن نخدم نحن حاضرين إزاكم الله خير ومشكورين وما قصرته تسعى دائرة الموارد البشرية بالشارقة من خلال برنامج وفر إلى ترجمة رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في توفير الحوافز والخدمات المميزة لأفراد المجتمع تحقيقا للعيش الكريم وتخفيفا للتحديات المعيشية والإسهام في تعزيز السعادة والاستقرار إذن مشاهدين ما زلنا مستمرين معكم برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي تنظم جمعية الشارقة الخيرية في التاسع عشر من أكتوبر الجاري بمركز الجواهر للمناسبات العرس الجماعي الثامن بمشاركة 130 عريسا ولتفاصيل أكثر عن هذا الحدث يسعدنا أن يكون معنا الدكتور الفاضل علي السلامي رئيس جمعية الشارقة الخيرية فرع مدينة دب الحصن دكتور أهلا وسهلا بك مرحبا وسهلا سهلا سعيدين دكتور بتواجدك معنا في برنامج حديث المساء لنطلع على تفاصيل أكثر عن العرس الجماعي ودائما إمارة الشارقة حاضنة لأبنائها إن كان في مختلف المجالات واليوم نتحدث عن عرس يجمع الشباب في بيئة معينة تدعم الشباب أيضا في الإقبال على مرحلة معينة من الحياة بكل رياحية وبسلاسة أيضا نعم بداية بسم الله الرحمن الرحيم نحن أيضا من خلال هذه المناسبة نجدد أيضا أو تجدد خيرية الشارقة شكرها لهيئة الشارقة لذاعة والتلفزيون متمثلة في قناة الشرقية لدعمها الملحوظ والملموس لجميع ما تحرص عليه خيرية الشارقة من إيصاله للمحسنين الكرام وهم سر نجاح طبعا خيرية الشارقة فيما تصبو إليه من مشاريع نحن نتحدث اليوم عن مشروع مهم نواكب فيه نجاحات ولله الحمد لسبع سنوات سابقة نتكلم عن مشروع العرس الجماعي الثامن واللي بيكون إن شاء الله امتداد لنجاحات مثل ما ذكرنا السابقة هذا المشروع طبعا هو بداية يواكب هدف استراتيجي مهم من أهداف جمعية الشارقة الخيرية ألا وهو استدامة العمل الخيري نحن لما نتحدث اليوم عن العرس الجماعي لا شك أن هناك أبعاد سامية لهذا المشروع بدءا من تكوين تلك الأسرة وأن تكون فعلا أو يقبل الزوجان على حياة أسرية خالية من الديون حياة أسرية هنيئة تتصف بالاستقرار والاطمئنان فنسعد بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه المشاركة الطيبة من عرسان أو من العرسان الذي سيكون إن شاء الله في العرس الجماعي الثامن الذي سيقام بإذن الله الأربعاء القادم في التاسع عشر من أكتوبر برعاية كريمة من سيد اسمو شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسيشارك إن شاء الله في هذا العرس الجماعي 130 عريس على غير العادة في الأعراس الماضية كل سنة تأتي نحن نهدف إلى زيادة عدد فعلا العرسان وأيضا استهداف أولئك العرسان يخضع لضوابط أيضا مقننة نعم يعني كما ذكرت دكتور أن 130 عريس ينتسبون إلى هذا العرس الجماعي في يمكن قواعد معينة يمكن اشتراطات معاناة هي اشتراطات سهلة جدا يعني ولكن هي حتى يكون الشخص متوافق مع هذه المعايير هل ممكن أيضا نطلع عليها؟ هذه المعايير طبعا تخضع لمرونة تامة وتتواكب أيضا مع اللوائح الجمعية في استهداف فعلا من لا يستطيع أن يتكفل بتكاليف العرس وتحرص جمعية الشارق الخيرية على أن تتيح فعلا أو تجعل ذلك الشخص الذي مثلا يحرص على تقديم الطلب أن يكون فعلا من بداية تقديم الطلب يشعر برياحية تامة وإلى أن فعلا يتم أو تتم دراسة الطلب واستيفاء الشروط بالنسبة للعرس الجماعي كبداية طبعا تم تشكيل اللجنة العليا للعرس الجماعي وهذه اللجنة أيضا ينبثق أو تنبثق من فرق عمل و لجان أدت أدوارها بشكل مقنن بدءا من استقبال الطلبات التي كانت طبعا إلكترونية من خلال موقع الجمعية بسلاسة تامة وما يحتاج أيضا مقدم الطلب من استفسارات فمركز الاتصال التابع للجمعية يرحب باستفسارات جميع فعلا من يريد فعلا أن يقدم ذلك الطلب حتى فعلا يجد الاستجابة التامة الاستجابة السريعة وهذا ما نحرص عليه دائما يمكننا أن نتكلم عنه قبل الهواء دكتور يعني نذكر السلاسة في التواصل ومشاء الله يعني تواصل مباشر من جميع الفرق في مختلف الأفرع لجمعية الشارق الخيرية نعم لا شك أن هذا أيضا يتناغم مع مؤشر جدا مهم تسعى إليه خيرية الشارقة وهو رضا وإسعاد العميل بدءا من تقديم الطلب ومن بعد أيضا حصر تلك الطلبات تتم أيضا هناك مرحلة أخرى وهي دراسة الطلبات لفعلا فرز أو فرز الطلبات لأيضا الوقوف على فعلا المستحقين لتلك المنحة التي تقدمها خيرية الشارقة طبعا هناك شروط معينة باستهداف أيضا العرسان ممن لم يتقاضوا مثلا منحة الزواج من صندوق الزواج ولا يستطيع أن يتكبد بتكاليف العرس هنا أتت جمعية الشارقة الخيرية لتمد يد العون إلى ذلك الفرد الحريص فعلا على تكوين أسرة متماسكة فنحن نتكلم يوم عن 130 عريس عدد إيجابي و عدد طيب هم لا شك سر نجاح ذلك العرس الجماعي بفضل الله سبحانه وتعالى و من ثم أيضا لا نسأل أننا حينما نعلن عن هذا العرس الأسبوع القادم هذا الحصاد الطيب بفضل الله سبحانه وتعالى و من ثم أيضا أيدي المحسنين الكرام و المحسنات الكريمات اللي تفاعلوا فعلا مع هذا المشروع حتى فعلا ظهر أو حتى فعلا جئنا في مثل هذه اللحظة لنعلن بإذن الله عن إقامته إن شاء الله في الأسبوع القادم في مركز طبعا الجواهر للمناسبات بإمارة الشارقة جدير بالذكر و نحن نتحدث عن الأعراس الجماعية السابعة أو الأعراس الجماعية التي كانت في السنوات السابقة وهي سبع عراس جماعية أن أول عرس جماعي و لله الحمد و قيم في سنة 1990 بأيضا مبادرة و توجيه سامي من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رعاه الله و كانت هذه فعلا البداية و الاستهلالية التي من خلالها أيضا حرصت جمعية الشارقة الخيرية على استمرار في مثل تلك المشارع الهادفة و في مثل هذا المشروع الفعلا الثري الذي نهدف من خلاله إلى عدة أبعاد أبعاد سامية نحن نتكلم عن سبعة عراس داخل الدولة نتكلم عن واحد و ثلاثين أيضا أسرة سوف تكون نعم و تتشكل نعم نعم أو سبعة عشرين عرص جماعي أيضا خارج الدولة طبعا حينما نتحدث عن الأعراض الجماعية كإحصائية و أرقام سبعة أعراض طبعا سابقة داخل الدولة و عفون خمسة و عشرين أيضا تقريبا عرص جماعي أقيم خارج الدولة في البلدان التي تتواجد فيها مشاريع جمعية الشارق الخيرية بتعاون طبعا فيما يتعلق خارج دولة بتعاون رسمي من سفارة دولتنا في تلك الدول هذه المنظومة المتكاملة هذا الإنجاز الطيب أتى ولله الحمد أو مرتبط بإدراك فعلا طيب من المحسن الكريم و المحسنة الكريمة بأهمية فعلا أو ما نهدف لي من خلال هذه المشاريع من تكوين أسرة تخطو خطة فعلا متماسكة و تكون لبنة مهمة في مجتمع دولتنا الحبيبة نعم أتوقع أيضا دكتور علي أي شخص يساهم في هذا العرس هو يساعد و يساهم في بناء أسرة مستقرة ف130 أسرة سوف تبدأ حياة جديدة بجهود كريمة منكم دكتور علي و أيضا بإمكان العراس التي قدمت في خارج دولة الإمارات هو امتداد أيضا لخير إمارة الشارقة لكل الدول الشقيقة و المجاورة و كل دول العالم أيضا فهذه بادرة جدا سامية و بادرة من المبادرات الجميلة التي تقدمها جمعية الشارقة الخيرية سعدنا بهذا اللقاء دكتور علي السلامي رئيس جمعية الشارقة الخيرية فرع دباء الحصن نتمنى التوفيق بإذن الله لجميع العرسان في هذه المناسبة الجميلة و حياة سعيدة و مستقرة بإذن الله من خلال توجيهكم و دعمكم أيضا و من خلال البرامج التي قدمت لهم مسبقا قبل بدء خطوة جديدة من حياتهم بإذن الله شكرا مرسول لكم و الترحيب لجميع المشاهدين الكرام شكرا دكتور علي يا مرحبا شكرا